كنا مسافرين أنا والشاعر إبراهيم الشيبالي إلى دولة الإمارات الشقيقة وكان معرض أبو الدعاء السلام عليكم منذ حوالي أسبوع تقريبا تم اعتقال الشاعر العراقي إبراهيم الشيبالي وأصبح قضية رأيي عام ولا أحد يعلم ما هو سبب اعتقاله وهذا الفيديو الكل اللي يبحث عنه موضوع وحقيقة اعتقال الشاعر العراقي إبراهيم الشيبالي ويروي لنا الإعلامي شاخوان اللي كان مع كل أخبار اللي تم تداوله طلع عكس ما حصل والشيخ محمد بن راشد خارج الموضوع كليا ولو اتأخرت يا إعلامي يا شاخوان لنقل حقيقة لرأيي العام العراقي حول قضية إبراهيم الشيبالي كون أنت شاهد عيان وكانوا مدعوين لمعرض الدول اللي الفروسية في أبو ظبي هناك حصل الاعتقال ما لتأدخل بتفاصيل أكثر تابع الفيديو واسمع الحقيقة ولكم التعليق ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد واشوفكم بفيديو جديد شكرا لرسالة الحقيقية معكم الإعلامي شاخوان صباح الصالحي من مدينة هربيل كنا مسافرين أنا والشاعر إبراهيم الشيبالي إلى دولة الإمارات الشقيقة وكان معرض أبو ظبي الدولي للفروسية والصيل أنا كنت مدعوب ودعيت معي الصديق والزميل إبراهيم الشيبالي فرحنا أول يوم يوم 2-9 رحنا مسائن إلى المعرض فهناك شفنا تجمع واكتقينا الشباب هناك قلنا منه هذا الشخص لأن كان ازدحام قال الشيخ حمدان بن زايد فإبراهيم هنا قال عندي شعر أريد ألقي فمن راح يريد يشوف الشيخ حمدان بن زايد ما أخله الحماية فقال معاه ضيوف وجايش رح أن المعرض فبعدين راح يعني تمشوا من جناح إلى جناح إبراهيم افتار على صفحة آخر إبراهيم يسوي اخترق الرجال الأمن الدخل يريد يلتقي بالشيخ فما أخله فهو يسوي صيح بعالي صوته شيخ حمدان شيخ حمدان آني الشاعر إبراهيم الشبالي من العراق فهنا الرجال الأمن الحماية تسحبوه على الصفحة ومن سحبوه أنا كنت معه وكان تعاملهم كل أدب وكل احترام مع إبراهيم الشبالي وحققوا أنا كنت موجود حتى قامونا بالضيافة قهوة وبعض الحلويات وماي فهو كان متوتر إبراهيم الشبالي لأن هاي موقف شوية صعب إليه فهم قالوا لا الأمور يعني مثل ما شوف للأمانة لا إلو علاقة لا من قريب ولا من بعيد لا الشيخ حمدان ولا جمعته بس جمعت الأمن المعرض اللي هما جوا أخته أبراهيم وهي السياغ القانونية اللي مشوا بيها فبعض الصفحات قالوا أنه الشيخ نزعج أو أشار أو هاي كل هذي عاري عن الصحة فالرسالة فيه إلى الشباب الناس من زاخو للفاوز سافرون دول انقلوا الصورة الحضارية للعراق لأن عراق ما يستاهل يتش نوصل رسالة لبعض الدول الجوار ودول الشقيقة أنه عراق يبقى شامخة من زاخو للفاوز فللأمانة بعد يوم شفت المصور المقيم في دولة الإمارات كريم صاحب قال أنا شفت والشيخ حمدان قال الصحول يا خلا قابله بس جماعة الأمن قالوا راح لن تعرف هذا إجراءات فهو بأمان وراح يأخذ مجراء القانوني لبرانش البالي ونقول إن شاء الله الله يفرج عنه ويرجع سالم غانم إلى العراق وهم ما يقصرون ودولة الإمارات بشعبه بحكومته هم أهل كرم وعز وهل جود أنا شفت أني أكثر من مرة سافرت إلى دولة الإمارات إلى أبوظبي وإلى إما يعني دبي وإلى الشارق يعني افتريت كلها ما شفت غير الطيب خاصة أني تنقل الرسالة كبالزي الكردي ومن كانوا يسألوني أهلا وسهلا بيك من كردستان للعراق وهذا الرسالة فيه إلى كل الصفحات وإلى بعض القنوات المشروعة أخوكم العلامة شافرون صباح الصلاة ترجمة نانسي قنقر